بالنسبة إلى الشركات الأمريكية إقابلها شركة بريتش بيتروليوم البريطانية وشركة شيل اللي هي هولندية بريطانية هذولا قال لك شنو إحنا رح نطلع من المولد بل حمص الأمريكان رح يأخذون كل شي فراحوا التقوية البارونة تقل نيكلسن اسمها هي نفسها بعد أم لا وهذه مذكورة أيضا في الكتب أنه التقوية قبل الغاج وهذا أيضا قبل الشهر مع أن حصة لكل شي للأمريكان طمأنتهم إلى أنه سوف يكون لهم دور وفعلا بي بي لازالت موجودة في العراق يعني لحد قريب أخذت حق الروميلة وعندك شيل أخذت مجنون واخذت نشاط الغاز وإلى آخرين فبالتالي الشركات لعبت دور لك بس جابوا معهم شركات من جنسيات أخرى أي مهذا هو سؤالي يعني اللي يرتبط بحديث حضرتك يعني الآن إحنا في العراق نجد الشركات الأمريكية يمكن أقل من الشركات الصينية أو غيرها من الشركات ولا لا هذا كلامي غير صحيح كلامك يعني من الناحية الأساسية نعم الشركات الصينية تأتي في المقدمة ما نعرف السبب وشركات أخرى موجودة من جنسيات مختلفة لكن أعتقد أنه يعوض عن ذلك الخدمات ترجمة نانسي قنقر